اه مرحبا يا رابع كيف حالكم شو اخباركم تمنوني عنكم اليوم ان شاء الله بننبلش بوحدة جيدة كتير مهمة وحلوة كتير الى وهي وحدة المحيط والمساحة هلا بهاي الوحدة انا بس دعطي فيها درسين اللي هو المحيط اتنين والمساحة اتنين هدول الدروس المطلوبة ابلش في درس اليوم اللي هو المحيط قبل هالوحدة بتعتمد طبعا عن فهمك للبدو ينشرح يعني بدي اعرف شو يعني محيط اه لما بدي اعطيك اي شكل بدك تطلع لي محيطه بدك تعرف لي شو وحدة القياس اللي بستعمله هاجي مثلا عندي قطعة ارض اي قطعة ارض شو الشكلها مربع عندي قطعة ارض مربع ماشي حطيت فيها زرع واحنا عشان نحميها بحكي لك بدي احط حواليها سياج احيطها بسياج شو يعني سياج هاده الشبك عشان ايش احمي ارضي هلا انت لو مكاني كيف بتحطي السياج بشرط انك تغطي كل المربع مش باجي من هون بحط سياج حديد وضلي ماشي كامل كامل كابل لبينما اغطي القطعة هاي انا حطيت حواليها سياج شايف السياج هاده او المشي اللي مشيته من هون وانا حامل السياج ولفيت فيه قطعة الارض هاده بسميه محيط القطعة او محيط المربع اذا المحيط عبارة انه عندي شكل بدي امشي على طول اضلاعه امشي على شو طول اضلاعه هاده الخط من هون لهون اسمه ضلع ومن هون لهون ضلع ومن هون لهون ضلع ومن هون لهون ضلع ومن هون لهون ضلع ومن هون هون ضلع ما يعني تضلع؟ يعني طول الخط طول الخط بحكي لك المحيط عبارة إذا بدك تطلع بحكي لك عليك بس تجمع مجموع أطوال الأضلع إذن شو قانوني المحيط مجموع أطوال الأضلع شو ما كان أطوال الأضلع العملية رح تكون بينهم جمع رح تكون بينهم جمع طيب هلأ أنا اطلعلي على الشكل هاد هاد مثلث صح أعرف شو يعني ضلع شو يعني ضلع اللي هو الخط من هون لهون هاد اسمه ضلع شو اسمه ضلع ومن هون لهون ضلع ومن هون لهون ضلع هاي واحد هاي اثنين هاي تلع حكيت لك المحيط ما بفرع قديش عندي أطوال ما بفرع عندي كم عدد أطوال الأضلع بس حلو أعرف شو يعني ضلع طيب بحكي لك أنا عندي ضلع طوله مثلا ثلاث طيب أسألك السؤال التالي بايش وحدة القياس ايش ممكن أنا أطلع طول هاد بالسنتيمتر طيب مثلا حكيت لك هاد طوله بردو ثلاث شو وحدة القياس كيف بقيسه بردو ثلاث سنتيمتر والثالت بردو طوله ثلاث سنتيمتر ثلاث وهي الثلاث وهي ثلاث هذا اسمه الطول أو طول الضلع يعني قياسه هذا هو قياس الخط من النقطة هاي لنقطة هاي بوحدة السنتيمتر بحكي لك جد محيط الشكل المجاوع هلا بحكي ربي شو يعني محيط باجي بحكي المحيط بحكي مجموع أطوال الأضلع طيب الضلع لأول كم طوله هاي ثلاث وحدة القياس سنتيمتر مجموع شو العملية زائد هاي الضلع الأول خلصت منه الضلع الثاني كم بردو ثلاث هاي ثلاث وحدة القياس سنتيمتر زائد الثالث بردو ثلاث سنتيمتر اجمع ثلاث زائد ثلاث ستة ستة زائد ثلاث هاي تسعة بحكي لك وحدة قياس المحيط سنتيمتر باخد واحدة من هذول الثلاث ترجمة نانسي قنقر